هذا لك الرئيس برهم صالح مختلفا عن خطاب سيد عبد المهدي وسيد الحلبوسي ومستشار الأمن القومي فالح الفياض من استطاع أو كلماته تستطيع تهدئة الشارع في الحقيقة الكل تكلم بكلمات والغرض منها هو تهدئة الشارع وكذلك تطيب خاطر المتظاهرين ومحاولة أن يوعدهم ببداية وصفحة جديدة الحقيقة ما يتوقعه وما يريده الشارع العراقي والمواطنين العاديين هو تطبيق العملي لقد سمعوا وعود كثير على مدى 16 سنة السابقة وعود كلها تقول وتتكلم بأنهم يريدون محاربة الفساد وهذه رأس أولوياتهم ونسبعها قبل كل عملية انتخابية وبعد انتهاء عملية انتخابية وعود كذلك تقول بأن الصندوق الاقتراء هو الحكم والديمقراطية هو الحكم ولكن نحن نعرف أن المسؤول ليس الآن هو برهم صالح أو الحلبوسي أو عادل عبد المهدي المسؤول الأول عن ما يحصل في العراق والفساد والمفسدين وعدم الإصلاح الذي ركزت عليه المرجعية وأكدته أنها بحى صوتها تكلمت بهذه المواضيع وكذلك أغلقت بابها في وجه السياسيين كلهم باعتبرهم مسؤولين عن الفساد أنا أحب أضع النقاط عن الحروف المسؤول الأول عن ما يحصل في العراق هم رؤساء الكتل رؤساء الكتل السياسية الذين يحكمون ويتحكمون بالعراق منذ 2003 لحد الآن 16 سنة مستمرة بنفس الوجوه نفس السياسات هم وعوائلهم وأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم هم الذين يمسكون بدفة الأمور وكل هذه الوعود التي وعد بها برهم صالح ليست من صالحهم هذه لا تفيدهم هذه بالنسبة لهم هي خسارة خسارة للمصالح خسارة للامتيازات خسارة للقصور التي ورثوها ويعيشون بها الآن سمعنا برهم صالح يقول سوف نحاسب وسوف نهيئ لأماكن لكل الذين يسكنون في المناطق العشوائية قبل أن نقتلعهم من جذورهم وعلينا أم نبدأ بالأحزاب أنا في رأيي عليهم أم يبدأوا بالرؤوس الكبيرة حتى تكون هناك واقعية وحتى يصدق الشعب العراقي هذه الوعود دعوهم يفرغوا كل القصور الرئاسية من كل رئيس جمهورية سابق من كل رئيس برلمان سابق من كل رئيس وزراء سابق عليهم كذلك أن يرجعوا كل الأموال العامة وليس الممتلكات العامة كل من يتجاوز على الممتلكات العامة ودعني أشير مثل واضح أن جسر الجادرية مغلق بسبب قصر أو بسبب مقر عمار الحكيم تعاهم يبدأون بدل أن يبدأوا بالفقراء الذين يتجاوزون نتيجة الحاجة والعوز ونتيجة عدم محاربة الفاسدين الذين ملأوا جيوبهم ويردون بدأوا يورثون للحكم نحن نجد أبناؤهم وبناتهم الآن مهيئين لأن يرثوا الحكم إذن أنت تقول باختصار سيد زيد العيسى أن هذه الوعود لا يمكن أن تقنع الشارع ترجمة نانسي قنقر